حرب اسرائيل مذكورة بالنص في كتاب النبي حسقيال من 2600 سنة يعني العالم هيتقسمه الصين نص اسمه الغرب الجماعي اللي هو حلف خمال اطلسي ونص اسمه جوج ومأجوج اللي هم روسيا والصين عسب المكتوب في الكتاب في الصفحة التسعة وتلاتين وانت يا ابن ادم تنبأ على جوج وكل هكذا قال الرب ها انا زي عليك يا جوج رئيس روش مشاك وتبال جوج ومأجوج دول فرعين اتفرعوا منهم قبائل روسيا والصين هيجوا من اجل الدفاع عن العرب ضد اسرائيل او ضد الغرب الجماعي في الحرب العالمية الاخيرة حرب نهاية الزمان حسب المكتوب واردك 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 واصعدك من اقاصي الشمال اقاصي الشمال دي روسيا واتي بك على جبال اسرائيل بوتن هيجي علشان يدافع عن الشعب العربي او المسلمين هيجي يدافع عنهم قدام اليهود او الغرب الجماعي الاتنين دول هيصنعوا حرب نهاية التاريخ اللي ما حدستش مثلها منذ انشاء العالم. وكل البوادر دلوقتي ظهرت وكل العلامات ظهرت. حسب النبوات السماوية المكتوبة في الكتب القديمة. الوقت تقريب. مفيش زمان بعد الزمان. لو انت بتسمع سلسلة الفيديوهات اللي بعض اتكلم فيها هتلاقي ان كل الفيديوهات مترتبة فوق بعض حسب النبوات المكتوبة في الكتب السماوية. انا ما بتكلمش من نفسي. ما بتكلمش من نفسي. الله ارسلني عشان اقول الكلام ده. كل الكلام ده على واشك انه يتحقق. تعالك نكمل مع بعض نبواه ويقولك إيه أبزلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع ووحوش الحقل حرب هرمجدون الأخيرة جوجوا مأجوجوا اللي هما روسيا والصين هيجوا من بوابة إيران وبوابة سوريا هيجوا على طول نهر الفراد علشان يحاربوا الغرب الجماعي اللي أرسل حاملة الطائرات الأولى ويرسل حاملة الطائرات الثانية والثالثة وكل أسطول الجيش الأمريكي هيجي في الشرق الأوسط وهتكون حرب لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم لأن الأب أصبح مستهيم بابنه والابن مستهيم بأبيه وصلة الرحمة قطعت وعداء الإنسان بأهل بيته والناس اتفرقت عن بعض وروح الإدمان سيطر على كل الشباب وناس بقت محبة للمال ليهم صورة الطقوة لكن منكرين قوتها كل الكلام ده الله شافه فساء في عينه تعجل بالنهاية علشان خاطر المخترين اللي هو حاططهم في إيده اليمنى لأنه بعد ساعات معدودة هيخطفهم من الأرض وهينزل إبليس عليكم بغضب عظيم ومجرد ما المؤمنين بالله يطلعوا من الأرض يطلعوا للسماء الروح الكدس اللي فيهم ياخدهم للسماء إبليس هيسقط من السماء على الأرض بغضب عظيم لأنه عالم إن أيام قربة تنتهي أيام قربة تنتهي هم 1335 يوم 1335 يوم هيحاول يسيطر على كل البشر وهيصنع السماء لعددها كده 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 اللي مش هذكر لك اسمها السماء دي كل اللي هيضعها في إيده اليمنى هيكون مع الشيطان وكل اللي هيرفض هذه السماء هيكون لي حياة أبدية هي دي التجربة العتيدة أن أتجرب كل الديانات التلاتة مش ديانة واحدة الديانات التلاتة هتتجرب هتتجرب بالاختيار عشان تكشف قلوبهم مين مع الله ومين مع الشيطان فاليوم أخرج من طريق الظلمة وادخل طريق النور خش في الكنوحة التاني وابحث عن ابن الإنسان حط التلات كتب السماوية قدامك القرآن والإنجيل وحط الكتاب اليهودي قدامك وابحث عنهم عن ابن الإنسان لأنك إن لقيت مخلص العالم الوحيد هتنول حياتك الأبدية الوقت تقريب إحنا مش عبنا الجهل إحنا عبنا التجاهل فمتستهونش بالكلمة دي وقوم ابحث الآن عن حياتك الأبدية وما تأمرش بحياتك الأبدية على تربزة أمار خسرانة إحنا سكان الجيل الأخير استعيدوا للقاء إلهكم